كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن هجوم على سفينة على مسافة 100 ميل بحر إلى الشرق من عدن بدورها أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدف سفينة بريطانية في خليج عدن مضيفة أن الهجوم تم بواسطة عدد من الصواريخ البحرية ما أدى لإصابة السفينة إصابة بالغة أدت لتوقفها بشكل كامل ونتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن وفي الحديدة أعلنت الجماعة إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بصاروخة أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم إطلاق مهمة بحرية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر تحت مسمى سبيتزا وتشمل منطقة المهمة مضيقة باب المندب ومضيقة هرموز بالإضافة إلى المياه الدولية للبحر الأحمر وخليج عدن وبحر عمان والخليج العربي وقال مواثر السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل إن الاتحاد يسعى للعب دور جيوسياسي في مجال الدفاع بينما أفادت الحكومة الألمانية بأن ألمانيا قررت المشاركة في المهمة بفرقاتة و700 جندي في معرض حديثي عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعيات التوترات في البحر الأحمر وكيف أثرت على حركة الملاحة في قناة السويس والإرادات التي كانت تأتي منها وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا ده تراجع بنسبة 40 لـ 50% يعني طب كل ده بيتم ونهاردة المفروض من الدولة المصرية لها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل بدوري قال سعد الكعبي رئيس شركة قطر للطاقة إن هناك تعطل للشحن في البحر الأحمر وسيحد من وصول المنتجات إلى العملاء على المدى الطويل بعد أن علنت شركة قطر للطاقة أحد أكبر مصدرية الغاز الطبيعي المسال في العالم أنها توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر لدواع أمنية إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر لدواعي التوترات في البحر الأحمر وضعت موانئ اليمن على الخارطة من جديدة فما أبرز الموانئ المتضررة وما أهميتها بالنسبة للاقتصاد اليمنى لليمن عدد كبير من الموانئ المطلئة على البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن من أبرزها ميناء صليف ويطل على البحر الأحمر شمال غرب محافظة الحديدة وهو ميناء دولي يستقبل سفناً حمولتها قد تصل إلى خمسين ألف طن وهو من أعماق الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر كان يستقبل نحو ثلاثين في المائة من الحبوب التي يستوردها اليمنيون في عام 2014 استولى الحسيون عليه ثم بات هدفاً لضربات الأمريكية البريطانية على ساحل الحديدة منذ يناير العام الجاري وفي منتصف الساحل ذاته وفي المحافظة ذاتها يقع ميناء الحديدة جنوب شرق البحر الأحمر حتى عام 2014 كان الميناء يستقبل سبعين في المائة من واردات اليمن الأساسية من المواد الغذائية ثم بات خاضعاً لسيطرة الحسيين ومنذ التسع عشر من يناير العام الجاري بات الميناء هدفاً لضربات الجوية الأمريكية البريطانية الأخيرة إذ إن أغلب الهجمات التي شنها الحسيون على سفن انتجارية وقعت قريباً منه ومن الموانئ الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الحسيين في اليمن ميناء المخى أقدم الموانئ في المنطقة كان سوقاً رئيسة لتصدير القهوة منذ القرن الخامس ويقع على سحل البحر الأحمر غرب مدينة تعز وعلى بعد أربعين ميلاً تقريباً من مضيق باب المندب منذ نوفمبر 2023 تحول الميناء إلى منطلق لمجموعة هجمات شنها الحسيون على سفن التجارة العالمية المرة بمضيق باب المندب الحيوي ومن سحل البحر الأحمر إلى أبرز الموانئ اليمنية على خليج عدن ميناء عدن إذ يبعد الميناء مسافة 6 كم فقط عن الممر الدولي للسفن ويعد من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم ومن أهم المراكز التجارية البحرية بمنطقة خليج عدن يقع على السحل الجنوبي لليمن ويبعد بنحو 95 ميلاً بحرياً شرقي باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وهو من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في البلاد